مرحبا وأهلا وسهلا فيكم معكم فيصل في هذا الفيديو إن شاء الله راح نحكي عن طريقة تحويل ملفات الإلستريتر إلى بي دي أف أو طرق تحويل ملف الإلستريتر إلى بي دي أف طيب بداية لازم نكون عارفين أنه طريقة تحويل الإلستريتر إلى بي دي أف حسب الاحتياج أو حسب احتياجك أنت يعني مثلا إذا أنا كنت بدي أصدر الملف أعمل إكسبورت لبي دي أف علشان الطباعة لها طرق عديدة وإذا أنا كنت بدي الفايل أبعته مثلا للكلاينت علشان شوف الديزاين ويعطي الكومنتز عليه والأمور هاي برضو إلو طريقة وإذا كان أنا بدي خلص معي الديزاين وبيدي أرفعه على الويب يعني على مواقع الويب مثلا بيكون أنت بتشوف لما تتصفح الويب بيكون في ملفات بي دي أف بدنا نشوفك هلأ كيف إن شاء الله رح نقدر أنه من خلال الإلستريتر نعمل كل هاي الأمور طيب بداية خلينا نشرح أول طريقة إذا كان أنا عندي الديزاين للطباعة طيب الطريقة الأولى أو هي طريقة تحويل الديزاين للطباعة مثلا أنا عندي الصفحة هاي الديزاين متاعي موجود فيها أو بدي أصدره للطباعة طلب مني في المطبعة إنه الملف يكون بي دي أف هاي رزيليوشن أو هاي رز علشان تكون أموره تمام في الطباعة طيب خلينا نحكي إنه أنا عندي أرت ورك واحد وهذا الحكي طبعا بيتطبق على أكتر من أرت ورد على أكتر من أرت بورد يعني مثلا أنا عندي هون اللي هو أرت بورد رقم واحد لو أنا جيت أعملت كمان أرت بورد وكمان أرت بورد برضو هيصير عندي تلت ملفات أرت بورد في هاي العملية في هاي العملية لما أنا أعمل Save as PDF أو Export للPDF راح ياخد معي التلت صفحات بالترتيبها يعني عندي صفحة واحد صفحة اثنين صفحة ثلاث طيب خلينا نشوف الطريقة أوكي Save as بنروح على File بنعمل Save as تمام راح أول شي يعطينا البوكس المشهور هذا أنه وين أنت بدك تسايف طبعا هو بكون أنا عندي هون يعطينا أول شي خيار AI Illustrator AI أنا بضغط على الفورمات هون بقول له أنه بدي Adobe PDF طيب خلينا نسميه لكم أنه الاسم واحد تمام ونعطي Save أوكي هلأ الشرح والحكي كله حيكون إن شاء الله في البوكس هذا في السيتنغز أو في الأوبشنز اللي معطينا إياهم هون علشان نشوف كيف راح يطلع على الطباعة بشكل مناسب طيب لو قلنا أول إشي بيكون معطيني هون ضغطنا على Adobe PDF لو أول شي بيكون معطينا لهو Illustrator Default يعني كأنك أنت باعت الفايل Illustrator ضغطنا على الطباعة بالشكل المناسب بيكون لدينا طريقتين اللي هي لإما بيكون عندك High Quality Brand أو Press Quality وشو الفرق بينهم الفرق بينهم بالصور يعني مثلا أنا الديزاين عندي كان في مجموعة صور وبدي ينطبع خلينا نحكي على مساحة كتير زغيرة بتعرف الصورة لازم تكون High Resolution فأنت لما تقول له هون High Quality Brand بيعطيك الفايل الPDF بيكون Size في الميجا بيكون أعلى من Press Quality فهي طريقتين صحيحات يعني أنت حسب شو يعني أنت لو عملت High Quality Brand برضو صحيح ولو عملت Press Quality برضو صحيح طيب هلأ هون أنا عندي بال High Quality Brand اللي هو عندي هون موضوع الصور هون بقول لك إنه بكون Resolution 300 450 Bitmap Images والأمور هاي يعني بيكون معطيك أعلى إشي لموضوع الطبعة طيب لو رحنا هون على هون جدا مهم اللي هو موضوع Marks and Bleeds شو هو يعني أنا عندي في الديزاين خلينا نعمل Bleed لو نطلب منك كيف أنه أنت تطلع لبليد طبعا أنا هلأ بدي أضغط Command Alt حرف B أو Ctrl Alt حرف P من People علشان أشوف كيف بدي أنا أعمل Bleed لل الفايل أو للصفحات اللي عندي طيب أنا مختار Artboard فضغطت Command Alt حرف B هيعطيني هون Leonets بس أنا بدي Bleed خلينا نقوله إنه بدي 3 ميلي Bleed تمام وعطيت أوكي هلأ أنا عندي هون خلينا نعمل أي لون ممكن وليكن بالشكل هذا تمام هلأ لو انتبهنا الخط الأحمر الأعطانية هو خارج الأرتبورد اللي هو Bleed فأنا بزيد علشان يطلع 3 ميلي لبليد اللي أنا عمل تمام أوكي خلينا نرجع على شرح ملف الBDF فأنا بعطي Save As كمان مرة وانتفقنا ننسمي واحد هذا أوكي واحد تمام هلأ خلينا نحكي Adobe PDF اخترنا أوكي Save خلينا نحكي على الخيار اللي اتفقنا عليه اللي هو High Quality Print فأعطاني نروح نشوف البليد هلأ انت هون عندك طريقتين إذا كان مثلا البليد عندك خلينا نحكي تقريبا نص سنتي فأنت بتقدر تحدد له من هون أنه أنا بدي بس البليد يكون 3 ميلي أو إذا كان عندك انت عامل 3 و بدك هي 3 ميلي بتقوله هون بس على هاي تقوله Use Document Bleed Settings فهو هياخد البليد اللي انت عامله في Artboards أو في الصفحات مهما كان يعني حتى عامله سنتي 2 سنتي 3 سنتي بياخدوا كله وهون انت بتحدد له تمام هون هون الـ Output ما انه في ها Advanced هاي انه بقولك الفونت اموره تمام بيفتح على الأكروبات هون عندك برضو security هاله لناس اللي بتحب تضيف الـ Passwords والأمور هاي هون بيعطيك اذا بدك بتقوله Save بيعطيك معلومات الفايل description general يعني 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 في فرق بينهم غير انه هاداك بيعطيك شوي أدق في موضوع بالصور والرسومات العالية تمام هاي كان الطريقة الأولى بكل بساطة لتصدير فايلات الـ PDF او تصدير فايلات الـ illustrator لPDF علشان تروح للطبعة خلينا نحكي هلأ على الطريقة الثانية أنا بدي عندي ملف PDF شغال على Illustrator في صور وحجمه ضخم على Illustrator فبدي أبعته للعميل علشان يشوفه ويعطيني comments يعطيني موافقة عليه أو يحكي لأ عدل الألوان عدل كذا عدل بدي كذا فانت كيف بدك تبعته على email يعني انت بش معقول انت مثلا عندك فايل خلينا نحكي للإلستراتر حجمه 1 جيجا بدك تبعته على email أو مش منطق كمان تبعت له إيا upload على WeTransfer أو Dropbox أو Google Drive تمام فخلينا نشوف الإلستراتر عندي هون شو معطيني برضو هاي الطريقة نفس الشي حتى لو بدك تبعت مع بليد من غير بليد برضو لو كان انت مثلا شغال مجلة برشور 8 صفحات 16 صفحة مهما كان عدد الصفحات هون برضو نفس الطريقة بيعطيك اتياها بالترتيب يعني هاي كانت رقم 1 رقم 2 رقم 3 بيعطيك نفس الموضوع الطبع بس هلأ بدنا نشوف كيف أنا بدي أعطي الفايل لورز يعني resolution قليل علشان يوصل للعميل على email بشكل مناسب و يعطيك الكومنت عليه طبعا الكل عارف أنه أنا هاي طريقة غير صالح على الطباع يعني إذا أنت بدك تبعط ملا في صور وكذا رح تلاقي أن الصور صار RGB رح تلاقي أن الصور انضغطت فمش high resolution بس بدنا نشوف إحنا كيف بدي أعطي أنا ل بدأ بعته على email لل client أو للعميل علشان يشوف ال design طيب برضو نفس الأشي بروح على file على save as وبرضو باختار Adobe PDF أوكي خلينا نسمي هذا برضو اثنين أنا ما أعطيت save على لأنه بجدا احنا بهم أوكي بعطي رقم اثنين وبقول له save أوكي هلأ أنا عندي هون بكل بساطة رح أختار إشي اسم عندي smallest file size يعني هو smallest file size هو معروف خلينا نحكي تصديره يعني بحجم قليل أو علشان يروح للكلاينت أو ينبعث على الإيميل فأنا بقوله smallest file size أوكي لهون عندك موضوع الصور وموضوع الresolution إذا انتبهت في بداية الفيديو لما صدرنا الفايل للطباعة كان هون عندي 300 450 كان هون عندي الماكسيمم دائما بكون الأرقام هون أعلى وهي أرقام resolution تاعت الصور والأمور هاي طبعا موضوع البليد انت مش بحاجته أبدا بس فقط هو مجرد يعني اشي بده انشاف على الشاشات يعني مش حين طبع ف انت مش بحاجة موضوع البليد اللي هو علشان الكت على الطباعة والأمور هاي هاي يعني طريقة السمولست هي الطريقة سهلة وسريعة من الناس اللي بتحب تبعت تقلل حجم ملف الستريتر علشان يطلع على الإيميل ولكلينت أو العميل يشوف الفايل بس وبقول له save فقط لغير هو براح يسيف لي الثلاث صفحات ثلاث صفحات هدول هاي كانت طريقة فايل انه أنا بدي أطلع على الإيميل أو أبعت على الإيميل لأي حد علشان يشوف الموضوع يشوف الديزاين ويعطي كومنت سالي هلا في الطريقة التالت اللي حكينا عنها في بداية الفيديو هي والله أنا طلب مني أنه بعد ما خلص الديزاين مش حيروح لأ الطباعة حيروح على ويب سايت يعني مثلا انت شغال لبنك شغال لشركة سيارات شغال لشركة موبايل ات بدها ترفع الفايل البي دي اف هذا على الإيميل علشان على الويب سايت تاحها علشان اللي بفوت يتصفح الويب سايت إذا كان بده ينزل معلومة عن السيارة بده ينزل معلومات عن التليفون عن الأمور هاي ينزلوا بشكل بسيط ويكون برضه حجمه قليل طيب معروف انه أي ويب سايت في العالم لازم أي فايل ترفع عليه يكون حجمه قليل يعني هم أتوقع بيعته مرات لعشرة ميجا لعشرة ميجا يعني بالحدود هاي خلق هي تقريبا الطريقة نفس طريقة اللي قلناها قبل شوي انه أنا كي بدي أبعد فايل بدي أف على الإيميل لكن فيها شغلة مهمة هلأ بدي أحكيها نعطي ساكل تمام الشغلة هي خلينا نختار هون برضه اللي هو السمال سايل سايز هي نفس الطريقة اللي بنبعث على الإيميل هلأ هون الشغل هون طريقة اللي أنا حاب أحكيها هلأ انت مثلا بكون عندك على الإلستريتر خلينا نحكي أشغال مثلا تقريبا 32 أرتبورد أو 32 صفحة الصفحات هاي فيها صور وكذا هاي هلأ لما انت تأعمل export أو save as لملف pdf راح تلاقي حجم الملف pdf حتى على small يطلع عالي شوية يعني ممكن يطلع عندك 30 ميجا يطلع عندك 20 ميجا في نفس الوقت هو بكون طالع لو انت بدك تصدر للطباعة بكون طالع 500 ميجا أو 1 جيجا تمام فانت إذا اختار smallest تطلع عندك 25 هلأ 25 ميجا أو 30 ميجا على الويب سايت بيعتبرو عالي فانت بدك تصير تقلل في حجمه علشان توصل لل 15 ميجا أو لل 13 ميجا بصير الشغل عندك هون يعني عندي هون المية ممكن تعملها 50 المية و خمسين ممكن تعملها 75 تناقص لل النص منمم ممكن تعملها اللوع فان تعملها منمم يعني بصير الشغل عندك هون لكن خلي بالك أنه موضوع الصور راح تلاقي صورة يعني مضغطت شوي أو بكسلت معك أو صار فيها بكسل عالي فهاي انت بتصير بتنسق بينك وبين الليل عليها ما اتوقع أنه موضوحها بيغلي بكتير يعني هاي كانت هي بكل بساطة الطريقة التالتة للشرح كيف لملف إلستراتر علشان يطلع على الويبسايت وهي يعني هذا الفيديو كان هو شرح لطرق تحويل الملف إلستراتر طرق لتحويله لأما للطباعة أو للإيميل أو يطلع على الويبسايت على الويبسايت الخاص بالشركة وبس هذا هو كل الشرح وشكرا كتير للمتابعة شكرا شكرا شكرا